أهلا بحضراتكم من جديد مبارح كان فيه مباريات مهمة في إطار اليوم الأول للجابلة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تبعنا يمكن أكتر من مباراة وشوفنا فوز الباين الكبير بخماسية نظيفة وأيضا فوز ليفر بول وعودة الانتصارات وكمان عودة محمد صلاح للتهديف سجل هدف الامبارح وكمان شوفنا قمة برشلونة وإنتر وتعثر الفريق الكاتلوني كل مباراة دي ويمكن كمان المباراة اللي هتقام النهاردة هتكون محور حديثنا مع عدفنا للنورنا في الستوديو الأستاذ محمد جمال ناقد الرياضي صباح الخير عليك صباح الخير عليك وتابعت مبارح المباريات ازاي ويعني أكتر الماتشوات اللي لفتت انتباهك مبارح كيد مبارح كان في التحيات طبعا الجولة الثالثة الكل كان عينه مثلا مركزة على مبارات إنتر ميلا وبرشلونة خاصة هي مباراة المباراة الأقوى في الجولة الثالثة الحديد وبرضو أكيد احنا كلنا كنا متابعين محمد صلاح ومباراته مع ليفر بول بالأمس أمام طبعا رينجرز السكوتلندي ولكن لو اتكلمنا في البداية عن صلاح طبعا أكيد كان مهم جدا صلاح يستمر في التسجيل في دورة أبطال أوروبا بعد طبعا امتعاده عن التسجيل في دورة الإنجليزية والأول مرة من السنوات نشوف محمد صلاح متراجع في قصة ترتيب الهدفين وهي طبعا في صدارة النرويجي إيرلينج هالند بشكل رهيب هذا الموسم ولكن صلاح مباراة كان لابد أنه يأكد أنه موجود مع ليفر بول ليفر بول يمكن بيمر بفترة صعبة جدا خلال الفترة الحالية يمكن كان من وجهة نظر للخاطئ الكبير فيها مش بس فيه تراجع في المستوى عند كل اللاعبين ولكن كان يورجين كلوب المدير الفني اللي فضل أنه ما يتعقدش مع الصفاقات تقدر أن هي تشيل الفريق خلال الفترة اللي جاية ويعني ظل على نفس الفريق اللي كان وسل الفاينال دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وعشان كده إحنا بنشوف أن ليفر بول مستوى متباين جدا ومتواضع جدا الموسم ده عكس المواسم السابقة وده أكيد مأثر على صلاح مأثر على مستوى ما فيش وسط الملعب يمكن لما تبص على وسط ملعب ليفر بول هتلاقي فيه اثنين لعيبة ميلنر 37 سنة وهندرسن 32 سنة مش قادرين ييعطوا لصلاح الأفضلية زي الأول دلوقات الصلاح مطالب منه أدوار كمان في الملعب مختلفة عن الأدوار اللي كانت موجودة قبل كده بحيث أنه يرجع لورا ويقدر يستلم الكورة ويقدر يطلع الكورة من وراء قدام فأعتقد الموضوع ده بيأثر جدا على صلاح أنه هو يكون عنده فعالية هجومية وفعالية هدفية ولكن عشان كده كان صلاح مبارح مهم جدا أنه يسجل قد تسجيل من راكل الجزاء ولكن اقترب خلاص من رقمين يعني كياسيين جدا بالنسبة له أول الرقم طبعا أنه هو هيكون من أكثر اللاعبين في الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف فضل له هدفين خلاص هو بيتنافس مع سرخي أجويرو طبعا نجم مانشستر سيتي الصامق وديدي درجبة نجمة شيلسي وكمان فضل له برضه يعني هدف عشان يتساوي مع ديدي درجبة في أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا فيه دوري أبطال أوروبا في التاريخ فده أعتقد رقم كبير جدا لمحمد صلاح وكان مهم جدا تسجيله ده فيما يخص صلاح وفيما يخص ليفر بول المجرد الثاني اللي برضه نالت قبل منسيب بس ليفر بول هل انت شايف أن المستوى خلاص بيصعد بيرجع تاني المستوى الطبيعي في تسجيل الهداف والانتصارات ولا دي مرحلة وهيرجع تاني لحالة اللي كان عليها قبل كده كانت حالة سيئة برضه وأداء كان متواضع لحد ما بص هو التسع جوالات اللي فاتت من الدوري الإنجليزي يمكن بيانت لنا أن ليفر بول مستوى صعب جدا أن يستمر في المنافسة التباين اللي موجود في مستوى محلين وأوروبيا ده شايف الصرف هو القصة كلها أن المستوى المحلي مختلف شوية عن المستوى الأوروبي هم مبارح كانوا بيعجوه رينجرز فرينجرز مش الفريق اللي هو نقدر نقول أنه يقدر يفوز على ليفر بول حتى لو في مستوى المشطوية ولكن ليفر بول فيه الدوري يعني واجه لحد دلوقتي مواجهات يمكن كمان في فرق يعني ما حقيتش يفوز كتير ولكن قدرت أنها تختف تعادل قدرت أنها تفوز برايتون شوفنا المباراة اللي فاتت قدرت يتعادل 3-3 مع ليفر بول في مباراة كانت مهمة جدا أنه كان يفوز بها ولكن ما قدرش أنه حافظ على تقدمه رغم أنه رجع من خسارة 2-0 كمان المباراة جاية ليه ويتبقى صعبة جدا ضد أرسنل فأنت محتاج أنت كليفر بول يرجعه تاني للمنافسة ويقدروا يرجعه تاني بالشكل لكن صلاح أنا بشوف أن صلاح مستوى ما ترجعش ولكن صلاح ممكن يكون متأثر شوية بالمستوى كل الفريق اللي حواليه صلاح كمان افتقد ليفر بول السنة دي ساديو ماني يعني نتكلم بصراحة صلاح مفتقد ساديو ماني يمكن طول السنوات الفاتي كنا نتكلم أناناية ماني وصلاح مش مبسوط بصوص يعني نرجع تاني لأناناية ماني ووجود صلاح لأن كانت القوة الدفاعية لأي خصف بتركز على ماني وصلاح دلوقتي التركيز كله بيكون على محمد صلاح وطبعا بيدي فرصة أن فيرمينيو يسجل بيدي فرصة أن لويس دياس يسجل بالزبط لكن أنت بيعندك فرصة كبيرة جدا أن صلاح كان عنده فرصة أنه يسجل أهداف ماني بيرجع الوراء وبيقدر يطلع كرة بشكل كويس جدا كان عندك كمان فيرمينيو في مستوى أنت السنة دي يمكن فيرمينيو هو بس الوحيد اللي عنده المستوى حتى الصفقة اللي أنت روح تتعقدت معه بـ 80 مليون يورو وهو أقدروا أنه نيز المهاجم يمكن لحد دقيقة ما تأقلمش وما أقدمش أي شيء على عكس منشستر سيتل اتعقدت مع هالند بأكتر من 60 مليون يورو والراجل أول ما جاء 14 هدف في الدولة الإنجليزية في تاسة مبارات مصعب مصعب طبعا المهمة على صراح مصعب المهمة جدا على صراح ولكن أعتقد أن الصراح يعني محتاج أنه هو الفترة اللي جاية يبص بقى خلاص لأنه هو يحاول عندما يقدر الليمه الفريق بشكل كويس جدا وقدروا أنهما يفوزوا على أرسنال عشان يستمروا في المنافسة طيب نروح لمبارات البايرن طبعا ما تركت المباراة الأولى مبارح مبارات بايرن ميونيخ وطبعا كان فوز كبير جدا على فيكتوريا بلزن التشيكي تلات انتصارات متتالية نقدر نقول مثلا نحن خلاص حاسم رسميا نتأهله لدور دوري أبطال أوروبا والدور الثاني في هذه المشابعة بص البايرن المجموعة بالنسبة له سؤالة جدا حتى رقم اللي فيها ورشلون وفيها انتر بس البايرن دايما من الفرقة الصعبة من الفرقة اللي انت صعبة اللي انت تتواجهها الفرقة اللي يمكن هو الفترة اللي فاتت كان مع ناجل سمان طبعا المدير الفني هو كان متعثر شيء في الدوري رقم ان ده مش من عادة البايرن ان هو يتعثر في طولة الدولة الألمانية ولكن هو مدعم صفوفه عنده ساديو ماني الصفقة الجديدة ممكن ماني لحد الوقت ما تعقلمش التعقلم اللي الناس كلها ممكن الناس مش بتفرج على بايرن اللي بتفرج على البايرن هي بعرف ان ماني لسه مقدمش خمسين في المية من وسطويا ولكن امبارح بايرن بيدي دايما رسالة كوية جدا انه موجود قدر يفوز على الانتر قدر يفوز على بكتيريا بلزن امبارح خمس قدر يفوز على برشلونة 2-0 في دول المجموعات الحالي متصدر المجموعة برسالة 9 نقاط واعتقد خلاص البطاقة التانية بقت بين انتر وما بين برشلونة ولكن البايرن امبارح اكيد سانية ما يسجل هدفين شيء كويس جدا سانية هكون من نجوم منتخب المانيا في كهس العالم موجود انا بيعجبني جدا لعيب سنه صغر جدا عنده 19 سنة هو جمال مسيالة جمال مسيالة لعيب رقم 10 هايل فيه باير ميونيخ ساديواني اكيد سجل مبارح كل اللعيب تتكلم عن انتقال ساديواني من ليفر بول البايرن وهو عمل اداء كبير مع البايرن ميونيخ والبايرن نفسهم اداءهم كمان في الدور الالماني متصدرين الدور الالماني فشايف دور ساديواني في الموتش كان عامل لا دور ساديوانيك مهم جدا في المبارح المباراة الثالث toda اللي دايما بياخد الجانب الآيصر بيادر ان هو يقدم مستوى كويس بمستوى قوي كمان وهو بيتميز كمان بالقول بدنية اكتر كمان فانياته طبعا مفيش خلافة على هي ولكن قوته بدنية عالية جدا فقدر مباراة ان هو يمختلف مباراة كبيرة جدا ولكن انا بالنسبة لي كان افضل العفلل المبرارة مباراة موسياله وللويس هنيب الصراحة اقدمه مباراة كبيرة جدا ومني دلوقتي بي åقد مسي برآة مباراة كبيرة جدا هناك البيرن لابد ان هو يكون متسايد بطولة الدولة. ممكن فترات اللي فاتت كان تعادل البيرن اكتر من مباراة. فالناس كلها كلمت حتى على مصير ناجل سمان المدير الفاني. ولكن اتوقع ان ناجل سمان هيكمل في البيرن. بيرن مش من هوات المدربين اللي هم بيغير مدربين بسرعة. ولابد ان هو يكمل خاصة ان هو تصاعد في دولة ابطالة أوروبا. وتأهل خلاص للدول التانية بنسبة كبيرة جدا. فضله فوز لو هقولك انه مش يفوز على برشلونا ولا يفوز على الانتر. هيفوز على فيكتوريا بيلز ويتأهل. لان هو صعب المهم اكيد بالفوز على برشلونا وانتر بشكل كبير جدا جدا مباراة البيرن. طيب الناس تتحدث عن توتنهام والتعدل السلم لي وانه العملية بقت صعبة امامه في مسألة التأهل. بصي توتنهام مع قوانتي الموسم ده مختلف. يمكن مش القوة اللي الناس كانت منتظرها مع توتنهام. توتنهام مترنع بشكل كبير جدا الموسم ده حتى اللعيبة يمكن عندهم حالة مشابهة بشكل كبير جدا لمحمد صلاح وهو طبعا اللعب الكوري سون. سون طبعا الموسم اللي فات كانوا متصدر هدافي الدوري الانجليزي مع محمد صلاح واخدوا هما الاثنين لقب الهداف مناصفة طبعا. ولكن سون برضه السنة دي بيمر بنفس الازمة ما فيش العدد الهداف اللي كان بيجيبه. يمكن الوحيد اللي فارق مع توتنهام من حد دوقتي هو هاري كين المواجم الانجليزي طبعا. ولكن انا بشوف ان توتنهام مشكلته الوحيدة في ان دايما كنت مسر على ان تفكيره يكون دفاع اكتر من اللازم في مباراة يستطيع ان هو يفوز بيها. بس انا مش عايز انسى اتكلم على برشلونة والانتر في مجموعة بايرنا عشان ما نعدهاش برشلونة بايرنا وانتر مباراة كانت المواراة. يمكن اللقاء كان برشلونة اكيد فتح الملعب بشكل كبير جدا. انتر يعني يحاول ان هو يحاول على ملعبه ان هو يسجل هدفه. وبالفعل يعني استطاع ان هو عن طريق النواة شالهان اوغلو ان هو يسجل هدف يعني كان رائع طبعا من تزديدة. ولكن انا شايف ان برشلونة اكيد يعني كان ليه راكل الجزاء في اللقاء. هذه الخسارة الثانية. اه الخسارة طبعا وهو خسر من باير مين 620 والنهاردة وانباراة خسر من فريق طبعا زي انتر ميلان. انتر ميلان يمكن رجع تاني ان هو ينافس برشلونة ما فاز صغير على فيكتوريا بلزن. انتر كده برضو فاز على البرسة. فاعتقد ان المباراة اللي هتحسم المتاهل ما بينه وهي مباراة الكامبنو. مبين برشلونة طبعا ما بين برشلونة ومبين انتر هتحدد بقى من فيه واللي ممكن يكون المتاهل الثاني. مع طبعا فريق يعني طبعا بير ميونيك. يمكن الموضوع مشابه شوية كذا نابولي برضو في مجموعة ليفر بول يعني نابولي واكس وليفر بول. اعتقد بردو ان خلاص الموضوع نابول يمكن حسن برضو تعهوله للدول اللي باعديه على طول. ويمكن البطاقة التانية مبين ليفر بول واكس. ولكن الاقرب خلاص ليفر بول. خاصة ليفربول فاز على اكس طبعا اتنين واحد كان صلاحه ومتاب وامبارح اكس كمان خسرت خسارة جبيرة جدا من نابولي الستة واحد طيب هل ليفندوفسكي هو برشلونة؟ لما يكون فايق الفريق كله فايق معاه هتفه هتفه يعني هو الصفقة الابرس في برشلونة الموسم دا يمكن برشلونة جابت صفقات كتير يكون دي والونس وليفندوفسكي وانه هم كمان راحل من عندهم أوباميانج وكل اللعيبة اللي قدروا انهم يتعقدوا معاه كمان بالتجديد مع ديمبلي ووجود عن صفاتي كل اللعيبة اللي كانت موجودة قبل كده حتى مستمرة ولكن يظل ليفندوفسكي رقم صعب جدا ليفندوفسكي حتى في مباراة برشلونة في الدوري دايما بيحاول ان هو يسجل اهداف راجل لعبة 12 مباراة بسجل 9 هدافة ده رقم يقولنا ان هو قد ايه فارق مع برشلونة برشلونة يمكن كان محتاج اللعيب اللي هو المهاجم اللي قدر يخلص عادة كبير جدا من الاهداف في اللقاء كنا بنشوف الموسم اللي فات برشلونة عنده المهاجم متاع عصمه براس واي فما كانش بقدر يسجل اي حاجة خالص برشلونة كانت متراجعة جدا لكن ليفه يمكن لعيبه مايز مباراة يمكن لبندوفسكي ما قدرش انه يظهر ما قدرش انه يهدد مرمى انت اميرا بسبب اولى نقاط فعالي كان عملها نزاجي عليه بشكل كبير جدا سانيا انا من وجهة نظري وممكن في ناس تختلف معاه انانية عثمان ديملي ده بليه لعيب اناني جدا 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 كان ليه اكتر من فرصة انه يمرر بسرعة لكن كان اناني بشكل كبير اولى نروح لانه ماتشاط النهاردة بداية ماتش مانشستر سيتي حيصد اضيف كوبينهاجن وفرصة جوارديولا واللعيبها نوكل مورا النهاردة تخلص 4-5-0 للمانشستر سيتي مانشستر سيتي فريقاوي جدا يمكن ان هو اقف في العالم في الوقت الحالي يمكن بيوجه سوق حظ كبير جدا في انه يتوج بدور ابطال اوروبا المسلم الفات كان خلاص قوقع وسينا وقدم التعاول للفاينل ولكن طبعا الخسارة من ريال مدريد والمسلم اللي قبليه كان وصل للفاينل وقسر من تشيلسي سيتي يمكن هو الاقوى في المسلم الحالي بلا منازع في اوروبا كلها اللعيبها عنده لعيبها مميزة يمكن لو بسنا بس ارقاط الامامة هتلاقي هلند هتلاقي جريليش هتلاقي ريالد مايحرز هتلاقي فرق هلند هجيب النهاردة كم جمع لا لا ممكن يسجل جوليل تلاتة النهاردة هلند ممكن فرق هتسجل هتسجل نهاردة لا هو هلند هلند يعني الناس حتى بتتكلم ان هو خارج ولكن انا بشوف ان هلند يعني لعيب بيقدر فعلا من نص فرصة ده اللي بقى المهاجب بجد يعني نص فرصة اقل لتحتيه جامدين جدا بلعبه بمارلودي بروين وفوضين ومحرط وجريليش لعبة مماذة جدا ويجندجان ولكن اللعيب اللي بيقدر يترجم كل الفرص دي الاهداف اعتقر ده يعني هيبقى شيء خارج بشكل جويل جدا وهو المنافسة الاقوى اكيد في الدولة الانجليزية حتى ليه صلاح جورديولا كان بيقول انه عايز يرياحه شوية فهل هو خايف عليه ولا متطمن على مستوى الفرقة لا جورديولا من الناس اللي يعني ممكن حتى دي يعرفها الناس اللي بتلعب فانتازي يعني انا ممكن اجي النهاردة رجل معي الحارس اللي بيالعب كل المباراة انا اعاده انا شايف ان هو لازم يعاده لازم يتاح النهاردة هو جورديولا من الناس اللي عارسوا كويس جدا امت ان هو مدير فني لفريق بالكامل عنده بطولة الدوري عنده بطولة الدوري يا ابتال اوروبا عنده كاسين كاسل ربطة وكاسل اتحاد الانجليزي هم يشارك في اربع بطولات فالاربع بطولات دي مستمرين معاك لحد شهر يونيو اللي جاي فهو عارف كويس قوي ان ما ينفعش يضغط على اللاعبين بتاعته انهم يلعبوا كل تلات مباراة واربع مباراة وده اللي بنقوله حتى يعني نعاسف طبعا للخروج والتشبيه ولكن ده اللي بنقوله حتى في الكرة المصرية ان انت عندك المباراة كل تلاتة ايام فبيجي لك المدير الفني هو ماسك ال 14 لعيب اللي عنده ال 11 لعسين و3 اللي احتياطي دايما في كل مباراة بلعب بيوم طب ما انت بتيجي في اخر وبيتعاني ده مثلا عائلة منه نادي الهل الفترة اللي فاتت فانت بتحاول على عدد ما تقدر انك انت قيمتك ليه 30 لعيب يعني اتحد الكرة مثلا بيعملك قيمة 30 لعيب ليه عشان تحاول على عدد ما تقدر يكون عندك 30 لعيب قريبين من المستوى من بعض فانت مثلا شايف ان رأس الحرب اللي عندك النهاردة هيكون ممكن تعبان شوية لو خد عدد مباراة كبير ده فبتقدر ان انت تديله ومباراة وتريحه فده يعني ده النظام اللي قالمي طب نروح لميلان وانتر اخيرا وسريعا ميلان وتشيلس النهاردة اعتقد هيكون مطش برضو مهم جدا اولا تشيلس عنده هو الرغبة الاكبر انه هو يفوز باللقاء لان تشيلس كان خسر طبعا فيه اللقاء الاول وبعد كده تعادل كمان مع سهلسبرج اعتقد فيعني تشيلس محتاج انه هو يفوز نهاردة على ميلان محتاج يفوز عشان يأكد تفوقه طبعا وتأهل كل الشكر لك شرفتنا ونورتنا ناقد ارياضي محمد جمال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك